من نيران الحرب ولهيبها إلى برودة الشتاء وسقيعه هرب هؤلاء النازحون نتجة الحرب المستمرة في البلاد منذ قرابة أربعة عوام وبعد أن أصبحت منازلهم أطلالا وأحياؤهم السكنية إما ثكنات عسكرية أو متارس للمقاتلين بفعل النزوح واجدوا أنفسهم في مخيمات وسط جبال وعيرة تحيطها رياح الشتاء البريدة من كل الجهات قذفتهم موجات النزوح إلى موجات البرد القارسة لتعاني الكثير من الأسر نازح ظروفا إنسانية صعبة فإضافة إلى عدم توفر الغذاء والدواء إن عدمت أساليب التدفئة من بطانيات أو حطب قد يستخدمون نيرانها لطرد البرد عن أجزادهم بسبب منع أصحاب المناطق المحيطة بمخيماتهم من قطع الأشجار الخاصة بهم معاناة النازحين تمثلت بأشياء عديدة منها عدم اهتمام الحكومة بهم وتجاهل المنظمات المدنية المحلية والدولية لما يعيشونه من افتقاد لأبسط مقومات الحياة لكن هذه المعاناة تضاعفت مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة ما أسفر عن تفش العديد من الأمراض من قبيل روماتيزيوم وتيفؤود وغيرها في العام السابقة مدت بعض الأياد الخيرة من المبادرات الشبابية لتقديم المساعدات المتمثلة في البطانيات والفراشات بشكل ضئيل لكن الاهتمام بالنازحين في هذا الشتاء كان أقل بكثير حيث لم تظهر سوى القليل من هذه المعونات وحيدين بين البرد والبارود يقف هؤلاء النازحون بأجسادهم شبه العارية وخيامهم المموزقة في محاولة مقاومة ظروف الحياة القاسية وتقوصها المتقلبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر